موسيقى النظام يضع خطة للقضاء على احتجاجات السويداء ويكل الأمر إلى حسام لوقا للتفيذ موسيقى وبعد أيام من المعارك قاسة تقول إنها انتصرت والعشائر تقول إن المعارك كر وفر موسيقى جولة جديدة مما تبقى حياكم الله موسيقى عالمات تلفزيون سوريا من مصادر أمنية خاصة أن النظام وضع خطة استخبارية تستهدف إنهاء الحراك في محافظة السويداء عن طريق إحداث انقسامات بين شرائح المحافظة ماذا يخبئ النظام للسويداء؟ سؤال يتصدر المشهد المناهضة لنظام الأسد في الجنوب السوري الذي أعلن انتفاضته المستمرة منذ 19 يوما السوريون يتجمعون في ساحات الاحتجاج ويحتفون ويطالبون بالتغيير السياسي وتطبيق القرارات الأممية أيام تجنب خلالها النظام أي صدام أمني على أقل تقدير مع هذا الحراك مع تحريك خيوط الوساطات والمفاوضات لاحتوائه مصادر أمنية خاصة كشفت لموقع تلفزيون سوريا أن النظام وضع خطة استخبارية تستهدف إنهاء الحراك في السويداء عن طريق إحداث انقسامات في صفوف مختلف شرائح المحافظة المصادر أضافت أن النظام أوكل مهمة العمل على إنهاء الاحتجاجات إلى رئيس المخابرات العامة اللواء حسام لوقا والذي بدوره يعول على دور مرجعيات دينية درزية من لبنان وسوريا في مقدمتهم شيخ العقل اللبناني نصر الدين غريب وشيخ العقل السوري يوسف جربوع المعروف بقربه من النظام المصادر أشارت أيضا إلى أن لوقا أبلغ وفدا من مشايخ السويداء أن النظام أبدى استعداده للموافقة على مطالب شريحة من الأهالي تتعلق بإتاحة المجال للخدمة الإلزامية لأبناء المحافظة في منطقتهم وتسهيلات أخرى تتعلق بدفع البدلات المالية بالإضافة إلى توسيع دور الفصائل المحلية لضبط الأمن تواصل السويداء إحراج النظام ودفعه للتفكير خارج الصندوق الأمني الذي اعتاد إخراج الحلول منه حتى صار به كمن يضع يده على الزناد بيد أنه غير قادر على الإطلاق لحسابات فرضتها المحافظة وسكانها فلا الصمت من شيام النظام وللحراك متراجع عن مطالبه السياسية قبل المعيشية الآن يبدو هذا الكلام منطقيا جدا وصلت الأمور في السويداء إلى مفترق طرق الناس خطت خطوتها الأولى ثم رفعت السقف ووصلت إلى نقطة لا عودة نحن لا نريد بشار الأسد لا نريد هذا النظام وقالت هذا الأمر الناس وعبرت عن هذا الأمر بشتى الوسال النظام على المقلب الآخر صامت مترقب يحاول من هنا ومن هناك يعني عن طريق يوسف جربوع وغيره لكنها محاولات خجولة ولم تؤتي أكلها ما زال المشهد الثوري هو الطاغي هو الصوت المسيطر في المحافظة حسنا الآن في مفترق الطرق هذا يفترض بالناس أن تخطو خطوة ثانية ويفترض بالنظام كذلك أن يخطو خطوة أولى كي يمنع الناس من أن تخطو خطوةها الثانية وهذه مسألة ما الخطوة الثانية هذه فيها نقاش حسام لوقة طبعا هذا حسام لوقة هو شخص النظام المفضل الآن الذي ذهب إلى درعة وذهب إلى دير الزور يعني هذا علي مملوك مع قليل من التعديلات الجينية خطة النظام لاعتماد على مشايخ عقل دروز من سوريا أو من لبنان يخدمون أجندته على رأسهم طبعا نصر دين الغريب ويوسف جارفور هذه استخدمها النظام لجأ لها النظام ولم تحدث فارقا لديه كذلك مسألة أنه والله يا جماعة الخدمة الإلزامية في المحافظة تسهيلات بدفع البدل حتى أصلا هذه أيضا استعمالها النظام والنظام قبل فترة ظهرت هذه الوثيقة للعلن وثيقة مسربة من مخابرات النظام أنه ممنوع اعتقال أي شاب من السويداء خارج محافظة السويداء لماذا حتى لا يثور الناس حتى لا يثور أهله فالنظام يحاول أن يسترضي الجبل منذ فترة اخدموا في جبالكم لن نعتقلكم خارج حدود الجبل يعني الأمور بدون ملاحقات أمنية يحاول النظام التسكيم قدر المستطع وهذه جربها أين الجديد في خطة النظام طبعا هو سوف يستخدم هذا الأمر لكن أين النقاط الجديدة يمكن اعتبارها أو عدها مسألة والله قال حسام لوقة يقول للمشعيخ في السويداء الذين يوالونه على رأس من يوسف جاربوع كي ينقلوا إلى الناس أنه الجزء كبير من المساعدات التي تأتي للنظام مساعدات أممية سوف تذهب للسويداء الرشوة الرشوة يعني سوف نحول لكم مساعدات غذائية عينية أموال كاش سوف نحول لكم هذه الأشياء أيضا هذه جديدة من قبل النظام أيضا التوسيع دور الفصائل نتحدث عن حركة رجال الكرامة نتحدث عن حركة تجمع أحرار جبل العرب أنه نظام طيب جيد أنتم أحكموا مناطقكم أنا سوف أعطي النظام هكذا يقول حسام لوقة هكذا سوف يقول أبناء الشيخ البلعوس أنتم أحكموا المنطقة حركة تجمع أحرار جبل العرب أنتم أحكموا المنطقة توسيع دور هذه الفصائل وكذلك هناك فصائل أخرى أيضا في الجبل يعني ليس هذان الفصيلانين فقط أيضا أحكموا المنطقة أنا سوف أبقى في فروع الأمنية ولن أتدخل تفضلوا أنتم أحكموا لديكم مشكلة مع الأمن العسكري لن أريكم وجه الأمن العسكري مرة أخرى أنتم أحكموا المناطق تفضلوا ولاحقوا تجار المخدرات يعني وأنا بدوري سوف ألملم أجهزتي الأمنية هذه النقطة خطيرة لماذا؟ لأن الجماعة حركة رجال الكرامة أو تجمع أحرار جبل العرب يعني هؤلاء الفصائل أعلنوا موقفهم في ساحة الكرامة وقالوا لا أسد بعد اليوم لا أسد بعد اليوم هناك فصائل أخرى قد يراهن النظام على حدوث شقاق بين من يرضى ومن لا يرضى هذا أمل النظام هذا رهان النظام حتى يشتبك القوم مع بعضهم ويأتي هو كي يفض النزاع والاشتباك بين الأطراف المتصارعة ويستتبى الأمر له هذه خطة النظام طيب هل سوف تنجح هذه الخطة؟ وهل في جعبة النظام أصلا غير ذلك؟ لا يوجد في جعبة النظام لا يوجد وهذه مسألة أنه والله سوف أحول لكم قسمة من المساعدات الأممية هذا كلام للتخدير ولا أحد يشتريه يبقى الأخطر هي مسألة إعطاء صلاحيات للفصائل بالجبل بعض فصائل الجبل إعطاءها هي صلاحيات حتى تشتبك الفصائل مع بعضها لكن المعول عليه أو أنه الواضح في الجبل أن حركة رجال الكرامة هي الأثقل عسكريا وهذه موقفها واضح جدا مع الشيخ حكمة الهجري والشيخ يوسف جربوع تأثيره ضعيف أو حتى مشايخ دروز من لبنان أيضا تأثيرهم ضعيف التأثير القوي هو للشيخ حكمة الهجري وأبناء الشيخ البلعوس أتوا إلى مضافة الشيخ حكمة الهجري وأعلنوا موقفهم بشكل واضح وأنه لا رجوع لا رجوع هذه الخطة هل تنجح؟ البعض يرى أن الحال في سوريا ليس فقط في السويدة وصل إلى ما يسمى نقطة العطالة العطالة لا بد من أحد ما أن يتحرك حسنا تحركت السويدة تحت مسمى أنه لا يوجد شيء في الأفق لا يوجد فتحركت السويدة وهنا هذه تكسر قاعدة المركز والأطراف تصبح السويدة مركزا بحد ذاتها تصبح دير الزور مركزا بحد ذاتها إدلب مركز بحد ذاته القسد مركز بحد ذاته ودمشق مركز أيضا تنتفي هذه النظرية أنه والله دمشق هي المركز والآخرون هم الأطراف ومما يعطي دمشق القدر على التحكم هذه أصبحت من زمن فات هناك سؤال الآن الناس في جبل العرب العين كل العين على الناس في جبل العرب عيوننا إليكم ترحلوا كل يوم تطوفوا في ساحات الكرامة تعانقوا أصواتكم في ساحة الكرامة أو في مضافة الشيخ حكمة الهجاري ما الخطوة الثانية النظام إذا لم تنجح هذه الخطة الأمنية قد يلجأ إلى التالي هكذا البعض يرى الحصار الاقتصادي التركيع الاقتصادي الوعي في الجبل البعض يقول هو وعي مرتفع جدا لذلك هذه فكرة حدوث انقسامات وشروخ نسبتها ضعيلة لذلك سوف يبقى لنظام فكرة الاستفادة من كون دمشق أو السويداء معلقة بدمشق كون للسويداء لا يوجد معابر إلا مع دمشق خنق المدينة إقتصاديا محاصراته إقتصاديا للتركيع هذا في ظل أن المحافظات الأخرى لم تتفاعل مع حراك السويداء طيب تصبح السويداء مركزا مستقلا بذاتها وبغض نظر عن البقع الجغرافية الأخرى من سوريا هذا يستلزم من أهالي السويداء البحث عن حل كي لا يتم استخدام اسلوب التركيع الاقتصادي الجوع النظام يستخدم هذا الاسلوب مع كل مناطق السورية الحصار الجوع تركيع الناس حل مطروح حل مطروح عند النظام ما الخطوة التالية عند الناس في السويداء البحث عن مخرج هم قالوا نريد معبرا إنسانيا مع الأردن قد يكون هذا هو المخرج الأردن الآن في وضع محتقن جدا من النظام ولا تطور في المحادثات بينه وبين النظام وصحافة الأردن تهاجم بشار الأسد شخصيا ويبدو أن الأردن الرسمي نفض يديه من مسألة التعاون مع بشار الأسد واليوم وزير خارجي الأردني أيمن الصفد يقول نحن غير قادرين على احتمال مزيد من اللاجئين أي أنه ممنوع على بشار الأسد أن يقصف جبل العرب أو أن يلاحق الناس لأن الأردن لا تريد مزيدا من اللاجئين ربما يكون المعبر الحل الآن كي يعني تحصل السويداء حاجياتها الاقتصادية لأنه إدلب أو شمال السوري شمال غرب هو مفتوح مع تركيا فهو يتنفس من الرئات التركية قصد لديها موارد النفط وكردستان العراق وتتنفس من هناك السويداء من أي سوف تتنفس هذا السؤال مطروح يجب أن يكون هناك حل وربما يكون الحل في الأردن الأردن الآن في وضع صعب جدا مع بشار الأسد لذلك ربما يحدث شيء في هذه الزاوية لأنه لا بد أن تتطور الأحداث لا بد عقلا ومنطقا لا يمكن الوقوف عند هذه النقطة لا بد من الانتقال إلى الخطوة التالية الناس تقول لا رجع ولا نرجع حسنا ما التالي التالي هو أن لا يقوم النظام بتركيع المحافظة اقتصاديا بحصارها يحاصرها غير ذلك لا يوجد النظام لا يوجد لديه حلول هو غير قدر على استخدام الحل الأمني ولا يوجد في جعبته حل اقتصادي ولا شيء لذلك الكرة الآن في ملعب الشيخ حكمة الهجر في ملعب الناس المتظاهرين كيف سوف يتقدم الحراك إلى الأمام البعض يرى أنه يمكن حتى يحدث الله أمرا في قادمات الأيام سوف تكتفي السويداء بما حصل لتكون أيضا جزيرة منفصلة عن سوريا شأنها شأن قسد منفصلة عن سوريا شأنها شأن إدلب منفصلة عن سوريا طبعا هذا لا يعني انفصالا لأنه جمعات النظام الآن يعني يسقونها في الرائحة والغادية قل لك للانفصاليين لا هذا بحكم الأمر الواقع هي قسد أين قسد؟ منفصلة إدلب أين إدلب؟ منفصلة جزء كبير من آر يفحل بأين؟ منفصل وسوف تتبعهم السويداء لذلك لا مركزة ولا أطرافة بعد اليوم في سوريا هكذا البعض يرى الآن السويداء أذت النظام الحقيقة بالنسبة للأردن يعني الأخبار كثيرة حول الموقف الأردني الآن أصدق ما يمكن تلمس الموقف عمان مما يجري مع النظام السوري الحقيقة هو موقف الصحافة الأردنية وهناك تهولات لا شك في مسألة الأردن عسكريا ماذا سوف يفعل يعني الموضوع واضح جدا هكذا البعض يرى أنه سوف يستعيب الأميركان من أجل فرض أي حل أي حل شريط أمني منطقة عازلة منطقة معزولة أي يكن الإسم معبر مع السويدة أي يكن معلن أو غير معلن أي يكن لأنه لا بد أن تكون هناك خطوة ثانية هذه السويدة طعنت الأسد طعنت طعنة ما كان يحسبها طعنته في كبده المتشمع كبد النظام متشمع الحقيقة ليس من الخمرة من الكبتاجون كبد النظام متشمع ولكبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي حسرات قلبي عليك سيد الرئيس من سوف يبيعك هذه الكبد التي ليست بذات قروحي ويبدو أن سيلك احتمل زبدا رابيا الآن سيل السيد الرئيس احتمل زبدا رابيا والزبد هذا لا ينفع الناس يذهب جفاء الذي يمكث في الأرض هو الذي ينفع الناس من الذي ينفع الناس الآن في سوريا قاطبة كل مجتمع يبحث عن حله الفردي ريثما يصبح هناك حل جماعي مع دون ذلك هذه أقاول النظام هذه زبدا راب سوف يذهب جفاء وكلام الصحافة الأردنية يؤكد هذه المعاني بشكل أو بآخر أبيع ويابا الناس لا يشترونها من سوف يشتري منك هذه ومن يشري ذاعلة بصحيحي سيد الرئيس من يشري ذاعلة بصحيحي هذه كبدك مقروحة مقروحة أنت تعلم ونحن نعلم أنك كبدك مقروحة تهى وضعك والسويداء طعنتك طعنتك في هذه الكبد حسنا فما الذي أنت فاعل أنت حائر لا شك أنت الآن في حيرات من أمرك لن تستطيع الضرب عسكريا ولن تستطيع الاعتقال سوف تتراجع أكثر وأكثر أمام مطالب الناس في السويداء ولن يفيدك هذا الأمر حتى ماء عينك في جفنك حائر تولت ويوم ودعت تولت وماء العين في الجفن حائر ماء عينك في جفنك حائر كيف سوف تفعل في السويداء ليس قلبك ولا عقلك وحده حقيقة هذه حقيقة عليك الاعتراف سيد الرئيس ما الذي سوف تفعله حسرات قلبي عليك ما الذي سوف تفعله سوف تستعين بمجموعة الشبّحة أو لا يعني كي يشوشوا على حراك السويداء ريوسي رياصلي يعني أنت تخرج ربال الهادي أو بشار برهوم أو أي أن يكون يعني أو رفيق لطفه يعني هؤلاء ماذا سوف يفعلون يا بشار هذا المطرب الكبير ربال الهادي قال لك يا بشار مثلك مين أنت يا عالي الجبين تذكرون هذه يا بشار مثلك مين أنت يا عالي الجبين لو شو ما صار ما ملين نحن جنودك بالملايين قال هذه أغنية وطنية يعني نحن هذا هذا هو الزمن الذي وصلنا له في سوريا هذه أغانينا الوطنية والأغاني الفنية كذلك يعني لا حاجة كي نستشهد أو أحدهم يخرج ليقول لك خمس إصبايا حد العين يلمح ولا يصرح بحبه هذا مستوى الأغاني العاطفية التي نعيشها ماذا تخزن ذاكرة المرء من أسماء الآن ربال الهادي وذين العلي علي الديك آل الديك الكرام المحترمين بشار الأسد مهر الأسد أسماء الأسد أبو عمشة العمشات يعني أي مظلوم عبدي أي ذاكرة هذه التي سوف تبقى سليمة بعد هذه الأسماء صديق مهر شرف الدين يقول أنه يعني ذكر هذه الأسماء طفش الشعر من رأسه يعني مجرد ذكر علي الديك هذا سوف يطفش ليس فقط المتنبي من الرأس هذا سوف يطفش اللغة العربية من رأسك هذا هو الزمان الذي وصلنا له انتهى الموضوع نحن ليس فقط تم استعبادنا سياسيا أو اقتصاديا حتى أدبيا ما عادت الذاكرة السورية صالحة للاستمرار استمرار أعلنت قوات سوريا الديمقراطية انتهاء عملياتها العسكرية بعد سيطرتها على قرية ذيبان معقل شيخ خبيلة العقدات إبراهيم الهفل وأكدت قصد استمرار البحث بعد انتهاء المعارك عن مسلحين قادمين من الضفة الغربية لنهر الفرات أي مناطق انتشار قوات النظام والميليشيات الإيرانية وجددت تأكيدها على أنه لا خلاف مع العشائر العربية متهمة المسلحين مرتبطين بالنظام بمحاولة خلق فتنة وفق تعبيرها بالمقابل المقاتلو العشار نفوا السيطرة الكاملة لقصد وأكدوا استمرار المعارك داخل ذيبان وفي عدة قرى وبلدات في ريفي دير الزور الشرقي كذلك هذه شمال شرق سوريا الآن نار المعارك خفتت قليلا لكن الجماعة جماعة الشيخ إبراهيم الهفل يقولون أن المعارك وفار طبعا قصد فرضت سيطرتها جزئية أو كاملة ربما جزئية يعني الغالب الظن على على ذيبان معقل معقل شيخ خبيرة العقدات شيخ إبراهيم الهفل هذه شمال شرقي سوريا أيضا تتنوع الروايات تتنوع الروايات هو هكذا سوريا يعني هو هكذا سوريا من جنوب سوريا إلى شمال شرقي سوريا ويا قلبي لا تحزن السيد الرئيس الآن يشاهد يشاهد يعني يرى هذا المشهد يرى هذا المشهد واشنطن لا يمكن أن تقبل هكذا البعض يرى لا يمكن أن تقبل أن يلعب أحد ما في محيط قواعدها نتحدث عن العمر وكونيكو لا يمكن لذلك واشنطن لذلك واشنطن في هذه الاشتباكات التي جرت لم تكن بعيدة لم تكن بعيدة الآن ما هو موقفها هذه تكشيفها لأيام ما هو موقفها الآن هذه يقول القائلون ما شاءوا في هذا الأمر لكن الثابت أن واشنطن لا يمكن أن تسمح بما جرى لولا أنها تريد لماذا تريد؟ لماذا تريد؟ لماذا تريد هذا الأمر؟ تريد تشكيل هيئة جديدة؟ تريد تحجيم أو إضعاف قصد؟ تريد إبراز المكون العربي بطريقة أكبر؟ ربما حسن لماذا؟ أيضا هنا يجيب أكثر من مجيب تريد مواجهة الإيرانيين تريد ربط التنف بالبوكمال لا تريد ذلك يبقى الأمر مجرد تهويل تريد فقط حماية قواعدها الأمر يحتاج الآن إلى شهور من واشنطن كل هذا جائز كل هذا جائز لكن الثابت أيضا في هذه المنطقة أن جماعة النظام والإيرانيين لن يعبروا الضفة حتى نؤيدها لأقل لك نحن نؤيد ويخرج مظلم عبدال يقول والله اعتقلنا من جماعة النظام يعني الطرفان يكذبان والجميع يعلم أن الطرفين يكذبان جماعة قصد وبشار الأسد الثابت في هذا الأمر أن الإيرانيين الإيرانيين وميليشياتهم لن تعبر لن تعبر الفرات باتجاه شرقه وبالتالي لن تقترب من القواعد الأمريكية والأمريكان باقون والأمريكان الآن على وفاق أكثر فأكثر مع الأتراك أي أن المنطقة تتحضر لشيء هو خلال الشهور القادمة هذا ثابت الثابت الآخر في الجنوب أن السويداء لن ترجع للخلف فبالتالي أضعفوا الإيمان أن السويداء الآن انتقلت من خانة الحياد الحياد السلبي كمان كان يعودوها بشار الأسد الآن إلى خانة المعادات شأنه شأن بقية أطراف سوريا مع تكرار القول أنه لا أطراف ولا مركز في سوريا بعد اليوم كل مركز بحد ذاته كل مركز بحد ذاته هذا الأمر سوف يستهرق يستهرق البعض يرى شهورا ربما تطول وتقصر كي نكون على مشارف مرحلة جديدة في سوريا بعد أن وصلنا في سوريا إلى نقطة العطالة لا عقوباتها سوف ترفع عن رأس السيد الرئيس ولا موارد للمال ومن ثم هو يعول أن الأصوات في الساحل هدأت يعني هكذا يعول طيب جيد الشتاء قادم على الأبواب ولا شيء في جعبة النظام كي يعني يهدئ من روع الجماعة في الساحل البيئة الطائفية الحاضنة للنظام لذلك ربما تعود هذه الأصوات للصراخ وبشدة هذه الأمر حينها من هو مصرخك من هذا الأمر الأسد ربما يقول لهم لا أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي ربما يعني في نهاية الأمر تهام أتوقع لحد القادم بإذن الله تهام توقيت دمشق ونحن توقيت بإذن الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة